وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية قصيرة وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا وأدلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة بالتصريح التالي وهذا نصه يسرنا أن نحل على بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية نلتقي فيها أخانا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حاملين معنا تحيات مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا وتمنياتهم الصادقة للدولة الشقيقة بقيادة سموه بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وسننتهز فرصة هذا اللقاء لنؤكد على عمق العلاقات الأخوية المتجدرة تاريخيا بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا واستعراض السبل الكفيلة بتوثيق عرى التعاون والتنسيق التي تحفظ مسيرة مجلس التعاون ووحدته وقوته ومصالح شعوبه خاصة أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها تتطلب العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة والنفع على جميع دول المجلس وتستوجب التكاتف والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة ونستذكر بالتقدير في هذا السياق اتفاق الرياضي التكميلي الذي تم التوصل إليه بفضل حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة شفاه الله وعافاه والتحركات المحمودة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والالتزام الذي أبداه قادة دول المجلس حيث كان هذا الاتفاق أحد أوجه ما نصب إليه جميعا نحو العمل الجماعي لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي من المؤمل أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء على كافة الصعود وبخاصة على الصعيد الإعلامي من خلال عدم منح الفرصة لأي إعلام معاد لتعكير صفو هذا الاتفاق التاريخي إن دول مجلس التعاون تقع وسط منطقة مضطربة لا يخفى على الجميع تطورات الوضع فيها وأحداثه المتسارعة وما لا يمكن التكامل وتغليب المصلحة الجماعية على الفردية شعارا للمرحلة فإن التطورات ستلقي بتأثيراتها السلبية وأننا على يقين أن الأشقاء بدولة الكويت يشاطرون أخوانهم بمملكة البحرين السعي إلى الحفاظ على التضامن والترابط والتكامل الذي يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك